إذ قال وزير الخارجي الأوكراني دميترو كوليبا أن أكثر من نصف نظام الكهرباء في أوكرانيا تعرض للتدمير من جراء الضربات الروسية مؤكدا على محاولات إعادة تشغيل عدد من المحطات وجزم كوليبا بأن الشتاء لن يوقف عزيمة القوات الأوكرانية على القتال على الرغم من الأيام الصعبة المقبلة مضيفا أن الجيش الأوكراني سيصبح من أقوى الجيوش في العالم وسيصعب عندها على أن يتجاهل ضم أوكرانيا إلى صفوفه متوقعا الدمجة الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والنيترو عقب انتهاء الحرب في البلاد أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 180 جنديا أوكرانيا ومرتزقا في مناطق عدة نتيجة للعمليات القتالية وقالت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي واصل طرد القوات الأوكرانية من معاقلها في دونيتسك واشرت الوزارة إلى أن قواتها سيطرت على مواقع متقدمة في اتجاه الليمان بيدونيتسك كما أحبطت هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية انقطاع الكهرباء عن منطقة آديسا عقب ضربات روسية مؤكدة شن ضربات صاروخية على نظام التقافي أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية لا يزال مستمرا في جميع أنحاء البلاد وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية شنت خمس ضربات صاروخية منحو عشرين غارة جوية شكرا